تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع النهار وحابين يعرفوا التوقعات السياسية الخاصة في لبنان يمكن كتار منكم عندنا أسئلة كتيرة إن كان عن هوية الرئيس إذا فيه انتخابات وضع الدولار لوين الوضع الاقتصادي لوين كل هيدا الأجوبة هعطيكم إياها من خلال التوقعات القادمة للألفان وثلاثة وعشرين بداية الألفان وثلاثة وعشرين حتكون سنة ركود اقتصادي على كل العالم مش بس على لبنان ولكن لبنان حيكون أنه متأثر يمكن أكتر من غيره يعني الركود الاقتصادي إن كانت بلبنان أو بدول الدول العربية بمصر لبنان سوريا وحتى دول الخليجية اللي كتار منكم يمكن بقولوا عايشين بوضع أفضل من حالنا يمكن ولكن الركود الاقتصادي هو شامل كل الدول كنت حكيت بالألفان واثنانة وعشرين عن انهيارات مالية وانهيار الأسواق العالمية وتراجع بقيمة الدولار عالميا وكمان مستمرين بالألفان وثلاثة وعشرين بالركود الاقتصادي وكمان حنشوف أنه نحن كمان قدي حيكون نحن قدمين على فوضى نقدية واقتصادية والأزمة المعايشية رح تكبر أكتر يعني الدولار ما رح يكون له سقف محدد يعني هيتخطى سقف الخمسين ألف وما فيه الدولار بلبناني اللي كمان جاهزة لتستغل ألم الناس ووجع الناس فيما يتعلق بهيدا الموضوع تحديدا وكمان حنشوف أنه قدي موظفين القطاع العام أو موظفين القطاع الخاص نزلين على الشارع عم بطالبوا بيزود على المعاشات أو بتحسين وضعهم المعيشية لكينا حنشوف الإضرابات أو حنشوف الاحتجاجات بالشوارع مش بس بلبنان أنا حكي على الالفان وثلاثة وعشرين قلت أنا عنوانها هي عنوان السطرات السفراء بكل الدول وبلبنان نحن يمكن حنعاني منها أكتر حنشوف بالالفان وثلاثة وعشرين الفراغ الرئاسي اللي رح يستمر وجمود رئاسي وخصوصا بالربع الأول من السنة وكمان كأنه حيكون موضوع الملف الرئاسي مرهوم بالاتصالات الخارجية والقوى المسيحية في لبنان أمام تنازلات بتتعلق بملف الرئاسي ورح يتحرك كمان المجلس النيابي والحكومي لحشر القوى المسيحية للقبول بالرئيس المدعوم من الأكترية النيابية مثل ما قلنا كمان الفراغ الرئاسي مرهوم بالاتصالات الخارجية وكمان حنشوف عودة سلاح العقوبات إلى الواجهة وحنشوف اهتمام قطري بالملف اللبناني ووفد قطري دبلوماسي جاي يحكي بهذا الموضوع بملف الرئاسي كمان يمكن كتار منكم عم بيحكي عن أو حابب يعرف هوية الرئيس مين هو الأكتر حصوصا الأكتر حصوصا من 2023 هو سليمان فرنجية والجنرال القائد جوزيف عون حيكون أقل حظا رغم أنه البلد بحاجة لحد يمسك بإيد من حديد تراجع حصوص ميشيل معود بالتمثيل الانتخابي المسرحية اللي رح نشوفها بمجلس النواب بالـ 2023 وكمان حنشوف تغيير بالسياسة السعودية بشكل إيجابي تجاه لبنان وكمان حنشوف مؤتمر دولي لدعم لبنان وتفعيل المؤتمرات الدعمة للبنان ومؤتمر سيدر إلى الأمام ووفد فرنسي رفيع المصوى في لبنان وكمان حنشوف دور للفاتيكان دور كتير محبب ودور كتير مهم إن كان حيبقى هالاهتمام أو حنشوف الدور الفاتيكاني إن كان فيما يتعلق بملف الرئيسي أو حتى بموضوع الوضع الأمني بالبنان حنشهد خطة أمنية ولا ربما نحن قادمين على صدمة أمنية أو خطة معينة قبل الانتقال إلى طاولة الحوار اللبناني اللبناني أو المؤتمر الدولي يلي رح يكون هالمؤتمر الدولي عمقه أو تفاصيله بتحاكي التسوية التسوية الـ 2016 يلي قدت إلى انتخاب الرئيس أو الجنرال عون ميشان عون لكينا الفوضى الاجتماعية والمعيشية وارتفاع الأسعار والغلاء رح نشهدها بشكل واضح وكمان رح تشتد الأزمة على الموظفين بالـ 2023 وانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولي قبل إعادة هيكلتها نحن قادمين على إعادة هيكلة الدولة بشكل جزري كأنه حنشوف وجوه جديدة حتفل ووجوه قديمة حتفل ووجوه جديدة حتكون موجودة بالـ 2023 وكمان المخيمات الفلسطينية يلي كمان مرشحة للانفجار الاجتماعي وكمان المخيمات الفلسطينية اللي عم بتعاني كمان من إفلاس وانهيارات اقتصادية وكمان حنشوف فيه دعم خارج لقالهم يخفف عنهم شوي الحدي يلي هني عم بعانوها وكمان حنشوف المخيمات السورية يلي حنشوف فيه تحريك دولي وأقليمي فيما يتعلق بملف النزحين السوريين والعودة الطوعية لقالهم وحتكون برعاية دولية وبرعاية أممية وكأنه حيكون فيه ضغط على هذا الموضوع للإعادة الطوعية حنشوف كمان تقليص بالـ 2023 تقليص بعض المصارف وعدد المصارف بلبنان قبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي يلي كمان رح يكون فيه خطة لإدارة دفع الودائع للمودعين ولو أنه حتكون عملية دفع الودائع للمودعين ملنا منصفة بحق المودعين وكمان حنشوف داعي وبالجملة ضد المصارف اللبنانية وكأنه حنشوف كمان حتى المجلس النيابي يلي رح يحمي حزب المصارف ببعض المرسيم أو ببعض التشريعات أو ببعض الأمور كمان مطار بيروت أمام أحداث داخلية مفاجأة يعني ممكن نكون أمام حدث معين أو حدث أمني يتعرض له مطار بيروت القوات اللبنانية رح تترك الباب شبه مفتوح مع فرنجية واستمرار التواصل مع المرضى وكمان حنشوف تخلي عن ترشيحهم لمشال معود فرنجية متمسك بالطائف وكمان حنشوف زيارة لفرنجية للسعودية وما في فيتو على فرنجية فيما يتعلق بملف الرئاسي ودعم خارجي لفرنجية والسوريا أول الداعمين وانفتاح سعودية على فرنجية وكمان حنشوف النفوذ السوري قد يكون داعم حظوظ فرنجية بملف الرئاسي بري كمان ما رح يتراجع عن دعمه الفرنجية وكمان باسيل أمام مروني بمواقفه صحيح أنه بتتناقض كليا مع تسريباته الأعلامية وأمام خرق كبير بتعلق بمطالبه وكمان واصل حزب الله لمطرح إرضاء باسيل إن كان من ناحية التعيينات أو من ناحية تلبية مطالبه ببعض المطارح وكمان حنشوف حزب الله متمسك بجبران باسيل وما رح يتخلى عن فرنجية رئاسيا وتفاوض مع أمريكا مباشرة بالرغم أنه ببعض المطارح حنسمع أعلاميا تضيئ الخناء الأمريكي على مؤسسات حزب الله المالية وقنواته الداخلية والحقارجية وتفعيل سياسة العقوبات على المقربين منه وعلى حلفائه مقاطي استمرار الكباش مع باسيل وكمان تراجع مئاتي عن وعوداته السابقة وكمان حنشوف أنه محاولات مئاتي لمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحية دستورية والسياسية وتفعيل عملية اللجان الوزرية لكن المعارك السياسية والدستورية رح تتجدد وخصوصا بالربع الأول من السنة يعني عنا ثلاث أربعة شهور من بداية السنة الفوضى النقدية الفوضى الأمنية الفوضى الاقتصادية والاجتماعية وكمان الصعود الجنوني للدولار يلي رح نعيشهم ببداية السنة وكمان لربما كمان نشوف استغلال الغرف السوداء عملية تحريك إن كان بعض الأعمال الإرهابية أو الطبور الخامس إن كان من ناحية من ناحية ضربات ضربات أمنية فردية أو حتى عميئة فحنشوف استغلال الطبور الخامس لهيدي الأجواء في لبنان وأما بالنسبة لموضوع بسير مثل ما قلنا هو اشتباك اشتباك رئيسي أكتر ما هو سياسي مع حزب الله وكمان فيما يتعلق باتفاقه مع ماري مخايل رح يكون مستمر هيدي كانت توقعاتنا للبنان لسنة الـ 2023 فضلكم بألف خير وباي باي